نضم إلينا من عدنا المحلل السياسي قيس الشاعر أهلا بك سيد قيس معنا الحكومة اليمنية تعتبر أن اعتراف وتأييد إيران للمجلس السياسي للحوثيين وصالح تدخل سافر في شؤون اليمن وتأكيد على استمرار الرغبة الإيرانية في إطالة أمد الحرب في اليمن وعرقلة فرص السلام كذلك ما تعليقكم؟ نعم تدخلات إيران كانت منذ البداية تدخل في الشأن اليمني وكما هو معروف أن الحوثيين يعتبرون أنفسهم قزء من إيران وإذا قينا لدراسة هذه الجماعة جماعة أنصار الله الحوثيين كانت أول من يد الثورة الإسلامية التي قام بها الخميني في السبعينات في إيران وأيضا توالت إيدها في إيران خلال الحروب الستة التي خاضها ضدها القيش اليمني ولكن هذه الخطوة التي اتخذها الحوثيين وحليفهم علي صالح هي خطوة شكلية بغض النظر عن شرعيتها كون الخطوة هذه خطوة فاشلة القصد منها هو لفت أنظار المجتمع الدولي على أساس أن الحوثيين وصالح يشكلون كتلة سياسية مقارنة بالكتلة الشرعية التي تحظى بالتأييد الدولي وبالتأييد العربي ولأجلها صدرت القرارات التلومية بما فيها قرار 2-2-2-16 ولكن لهذه الخطوة يلقى إليها كان المخلوع علي صالح بين الحين والآخر لزاحة خصوم السياسيين قد اتخذها في 94 ضد نائبه السابق الرئيس لقمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية علي سالم البيض عندما استدعى مجلس النواب وقال هو استدعى للمحاكمة نفس الطريقة اليوم يتخذها وأيضا خلال الأيام القادمة على ما يبدو أن الحوثيين وحليفهم صالح عازمون أيضا على تشقيل المؤسسة القضائية السلطة القضائية لإصدار أحكام قيابية ضد المنتسبين للحكومة الشرعية كل هذه الخطوات بغض النظر عن اتخاذها إلا أنها خطوات فاشلة كون مجلس النواب قد انتهت صلاحيته ولم يتم عادته إلا بوفق المبادرة الخليقية وحتى الإجماع لا بد أن يكون هناك إجماع قمعي وليس إجماع نسبي ولم يكتمل النصاب تحت قبة ذلك البرلمان إنما هي خطوة شكلية لكي يسد العجز النقلة السياسية بناء على الخسارات التي يتلقاها قوات المخلوع علي صالح والحوثيين في عدد من الجبهات أمام الجيش الوطني والمسنود بالمقاومة الشعبية نعم أكثر من 9000 انتهاك لحقوق الإنسان في اليمن رصدتها ووثقتها اللجنة اليمنية للتحقيق التي كان لها اليوم مؤتمرا صحفيا بما فيها انتهاكات لم تعرف من قبل ولم يعاد المجتمع اليمني من اغتيالات وتفجير للمنازل واختطاف وقتل المشائخ والعيان وأساليب التعذيب هل يمكن القول أن هذه الأنواع من الانتهاكات استخدمتها ميليشيات الحوثي عبر تواصلها مع الميليشيات الإيرانية وحزب الله انتهاكات المتمردين الحوثيين طالت جميع المحافظة اليمنية كيف تعلق؟ عندما تأتي لملاحظة هذه الامتهاكات التي يقوم بها الانقلابيين الحوثيين في اليمن تلاحظ أن نفس الطريقة المتبعة التي يتبعها حزب الله الإيراني في سوريا حزب الله اللبناني في سوريا وغيرها من المحافظات نفس العمليات يقوم بها أنصار الله للحوثيين أو الانقلابين الحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية وهذه الانتهاكات التي اليوم قررتها لقنة حقوق الإنسان اليمنية هناك الكثير من الانتهاكات التي لم تكشف بعد ولكن بعد أن تتم تحرير المحافظات التي لا زالت تحت سيطرة الانقلابين الحوثيين ستكشف الكثير من الانتهاكات ضد المدنيين وضد الصحبيين وضد حتى السياسيين هناك الكثير من المعتقلين اليوم يعانون معاناة كبيرة في سجون الانقلابين الحوثيين وهناك الكثير من الرسائل قد تلقيناها نحن كصحفيين من أسر الكثير من المعتقلين الذين لا زالوا في معتقلات الحوثيين وحليفهم المخلوع علي صالح سواء في سجون الأمن القومي أو في السجن المركزي في العاصمة صنعاء نعم أنا أشكرك جزيلا شكرا كنت معنا من عدنا المحلل السياسي السيد قيس الشاعر شكرا جزيلا لك